تتواصل المعارك الدامية في السودان رغم دخول الهدنة السادسة حيز التنفيذ بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تحذيرات دولية من ترد الأوضاع الإنسانية في البلاد ووصل اليوم مبعوث الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية وطالب هذا الأخير الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان تسليم الآمن للمساعدة الإنسانية وتسود حالة من الفوضى العاصمة السودانية وبعض المناطق منذ اندلاع المعارك التي أصفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحة كما دفع هذا العنف المتصاعد الأجانب إلى مغادرة البلاد كما يواصل السودانيون بالآلاف الفرار إلى الدول المجاورة